تعالنا نشوف الرؤية الدولية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر Fitch Solutions بتقول ايه؟ بتقول تواصل مصر تقديم بعض من أفضل الجامعات في المنطقة من جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة وإن ده انعكس في إدراج الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم بالمناسبة انه هذه الجامعات المذكورة موجودة بالفعل في التصنيفات بتاعت QS وتايمز وموجودة في مراتب جيدة جدا ما كانتش وصلها لها قبل كده طيب المبادرة ده الكلام ده على Fitch نفسهم بيقولوا المبادرة أو مبادرة الحياة الكريمة بتستهدف ايه؟ بتستهدف جودة الخدمات التعليمية في القرى المصرية من ضمن الأهداف بتاعتها تأسيس البنية التعليمية القوية والجامعات الحكومية والخاصة في كل المحافظات والتوسع في إيه بقى؟ إنشاء الجامعات التكنولوجية تكنولوجيا يا جماعة والجامعات المتخصصة تكنولوجيا مش صحيحة جديدة في العالم هي كانت موجودة في العالم فاكرين الرئيس لما تكلم على إحنا فاتتنا كام ثورة تكنولوجية وصناعية وإنه إحنا مش لازم نجري ده إحنا لازم نحقق القفزات هو ده اللي بتكلم عن الرئيس يعني أنا هضرب لك مثلا سويسرا فيها معهدين تكنولوجيا واحد منهم رقم اتنين على مستوى العالم والتاني رقم ستة على مستوى العالم أمريكا عندها مثلا اتنين عندها واحد لو أم عيتي الشهير يعني بتوع سويسرا واحد في زيوريخ واحد في لوزان بتوع أمريكا واحد فوق في ماسيشوسس والتاني في كاليفورنيا يعني أم عيتي وكالتك انتو متخيق الحاجات دي بقالها كم سنة في الدنيا مش هقول لك عشان ما تتصدمش لكن اللي بيجرى في مصر دلوقتي هو تحقيق هذه القفزات جامعات التكنولوجيا تعالى نشوف الرابط اللي بيتعامل على عهدة فتش مش على عهدتنا وهو بيتكلم على إزاي مصر بتشتغل إنه المشروعات التعليمية اللي موجودة في العاصمة الإدرية الجديدة تشتغل على تقوية الروابط ما بين شتى الجامعات المصرية فيبقى فيه ربط ما بين كافة الجامعات وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات وما إله تعالى نشوف اليونيساف التابعة للأم المتحدة هما بيقولوا مصر قامت بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم وكمان إنه الاستثمارات طويلة الأجل في التعلم الرقمي خففت من وقت قط جائحة فيروس كورونا تعالى نشوف الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإسيسكو وهو بيتكلم بيقول إيه بيقول أود أن أشيد بالتطور اللي بيشهدوا مجال التعليم العالي في مصر مصر بتخطو خطوات واثقة على أعتاب رؤية 20-30 واللي رسمت أبعادها القيادة المصرية بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا طيب تعالى نشوف مجموعة أكسفرد للأعمال بيقولوا من المتوقع أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عدد أكبر من الطلاب ده أكسفرد للأعمال وبيقولوا أن مصر هي رائدة في مجال التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكرا للمشاهدة